آخر سؤال وأسف أن أنا طولت عليك لو هيحصل تعديل تشريعي عشان تكون الكمامة إلزامية وتوقع غرامة على ما لا يرتديها أولا طب أنا راجل غالباد ما عنديش فلوس أجيب يعني كل شوية بقى وأنا رايح وأنا راجع من الشغل وبتاع وصم التطبيق العمل هيبقى إزاي والتنفيذ الغرامة هيبقى إزاي كلامك منطقي جدا إحنا كحكومة ما نقدرش يعني نلزم الشعب بالفداء الكمامة إلى حين أن نوفرها له ونوفرها له بأسعار تكون في متناول يعني أبسط الطبقات والفئات الأكثر احتياجة علشان كده لجأنا للبديل الخاص بالكمامات القمارشة المصانع الملابس الجاهزة حاليا في عاصمة متوقفة عن الإنتاج بسبب ظروف الكورونا في العالم فاقرحنا عليها أنها تحول خطوط إنتاج لإنتاج هذه الكمامات خاصة أن إنتاج الكمامة يعني مش كيميا يعني دي عموضوع سهل جدا لكن اشترطنا عليهم أنهم يلتزموا بالمواصفات القياسية اللي حددتها وزارة الصحة للكمامة القمارشة الكمامة القمارشة سيتم إنتاجها وستباع بسعر خمسة جنيهات يعني هل انتهى الرأي الطب يا سبت المستشار أنه هذه الكمامة صالحة مية في المية خاصة مع بعض الثقافات المتوضعة اللي احنا ممكن نتعامل معاها يعني احنا قبل ما نقرر أي حاجة بخصوص الكمامة القمارش وأن احنا نتوسع فيها جبنا الدراسات المعمولة عن أنواع الكمامات ودرجات الحماية أين منظمة الصحة العالمية بتقول أن الكمامة القمارش إذا كانت بسمك معين ومواصفات معينة فهي قادرة على حماية الشخص في وسائل المواصلات في الأماكن المغلقة فاللي بنطبقه حاليا هي المواصفات اللي قررتها منظمة الصحة العالمية فهي من ناحية الحماية هي قادرة على الحماية فألزمنا المصانع التي تريد إنتاجها سعر الكمامة هيبقى خمسة جنيه أو ربما أربعة جنيهات سعر ده سعر بسيط جدا في كمامة ستستخدم لمدة شهر يعني هي ستستخدم لمدة شهر يعني تستخدمها في اليوم وترجع تغسلها وتعقمها أو حتى تغسلها بمجرد أي مادة منظفة موجودة في أي بيت مصري كفيلة بغسلها وتلبسها في اليوم التالي تستطيع هذه الكمامة أن تستمر معك لمدة شهر لما بتصفل خمسة جنيه في الشهر على كمامة أعتقد ده مبلغ يعني يسير وحتى يا سيد الفاضل لو في بعض الوقت غير قادرة حتى على دفع هذا المبلغ صحيح طب العقوبة هتطبق إزاي؟ يعني أليه تطبيق العقوبة هتبقى إزاي؟ تتوقف على المكان اللي الشخص مرتداش فيه الكمامة يعني مثلا لو بنتكلم على محطة مترو في جهات انفاذ القانون في محطات المترو ولها يعني الضبطية القضائية زي ما أيوة يعني هل سيتم توقيف المواطن احنا برضو يعني بننقل الصوت الآخر يتم توقيفه عشان يجيب الخمسمائة جنيه ويرجع ولا يفضل في الاسم لحد ما أهله يروح يجيب الخمسمائة جنيه ويرجع ولا الموضوع هيمشي ازاي؟ طبعا لازم يعرض عن نيابة برضو سيكون ربما يعني أنا مع رش التفاصيل الفنية ربما يكون هناك خيار للدفع ثوري في حالة للتسهيل يعني الدفع ثوري يعني سلطات فيه انفاذ قانون هناك يعني لها هذه السلطة زي مثلا مخالفات المرور زيادة السرعة هي بتدفع ثوريا على الطريق ربما نلجأ للدفع ثوري يعني قد نحتاج بعد القانون إلى يعني خطاب كده تفصيلي يبين آلية التطبيق سيد المستشار أخيرا هل أنتم قلقون من ارتفاع الأرقام اليومي الملاحظ من مصابي كورونا في مصر ولا الأمر يعني كنتوا تتوقعونه ومازال تحت السيطرة؟ أي ارتفاع في الأرقام أكيد لازم يكون مصدر ألأ لأي حكوم لكن في حاجة مخلينا أو حاجتين مخلينا مشاعرين في الاطمئنان الحاجة الأولى أن هذه الأرقام مازالت في إطار قدرتنا الاستيعابية لأن عدد المتعافين كبير برضو في مقابل اللي بيدخلوا لسوق الكورونا جداد كل يوم من المصابين بيخرج أيضا أعداد كبيرة كل يوم ده الحاجة الأولى أننا قادرين على استيعابهم الحاجة الثانية بقى خبر جديد خالص مبارح العدد كان أو النهاردة العدد كان 491 لأ النهاردة كان 510 آسف من نهاردة 510 مبارح كان 460 من 490 دول 450 منهم تم نقلهم لنزل الحاجة والمدن الجامعية يعني حالتهم بسيطة فده شيء يطمئننا كثيرا واللي بيتنقل المدن الجامعية لو فتحنا أسات المستشار لو فتحنا النشاط 15 ستة مثلا وفجأة لأن الأرقام لا قدر الله لا قدر الله يعني 1500 في اليوم 2000 في اليوم حاجات بهذا الشكل هل لدى الحكومة خطة حال وصلنا لهذه الأرقام أكيد طبعا أي قرار بتتخذ الحكومة بيتم تقييمه على الأرض المرضود القرار نفسه هو اللي بيحكم إذا كنا ممكن هنكمل فيه أو نرجع عنه الرجوع عن قرار أو أنك تغلق بعد ما فتحت ده لا يعيب أي أحد طبعا ولن نكابر في هذا إذا لقدر الله وصلنا لذلك لن نكابر على فكرة الدول اللي فتحت برضو ما ضمنتش أن ما يحصلش عندها إصابات بأرقام مرتفعة يعني والدول اللي اتخذت برضو خلينا أقول ونفس الهكاية بسط اللي عملت حظر شامل وبعدين رجعت بقى يعني بعد فترة منهكة من الحظر الشامل يعني الأرقام عندها ما وصلتش للنتيجة المأمولة حققت خسائر مؤكدة اقتصاديا والمكاسب اللي هي كانت بتأمل فيها للأسف لم تحقق إذن قرارات الحكومة مبنية على المعطيات اليومية المعطيات اليومية على الأرض بكل تأكيد دكتور يا سيد مصر نادر أنا بشكرك وبشكر دايما تعاونك معنا